موسيقى 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 مثال أول كنت ذكرته قبل سنوات أخواني لكن جيد أن نمهد به لمثال أعواص منه والمثالان ينتميان إلى حقلين متمايزين يسير جداً على العلماء أن يستوعبوا الانتظام وحتى السيمترية أو التناظرية في العالم الطبيعي في العالم المادي كواكب نجوم ذرة جثيمات دقيقة لكن الانتظام والمحكومية لقانون رياضي يعبر عنه رياضياً في العالم الحيوي أصعب لكن هذا هو الحاصل لأن هذا العالم كله مقنن كل شيء فيه مقنن خلق كل شيء فقدره تقديراً كل شيء عنده بماذا؟ بقدر كل شيء عنده بميزان لا إله إلا هو كل شيء موزون ما شيء عجيب كل شيء بحصبان شمس والقمر بحصبان قال مجاهد جماعة الحساب يعني مجموع الحساب حسابات كثيرة المثال الأول هو قانون يوهان بودي العالم في الفلك الألماني الشهير يوهان بودي قبل زهان 200 سنة بودي أيها الإخوة لاحظة أن كواكب سيارات تسمى كواكب المجموعة الشمسية محكومة بقانون في أبعادها المتفاوتة عن أمها الشمس ليس كيف أخطوض ما هي قانون مختلفة هذه يبتعد ستين مليون كيلو متر هذه يبتعد مئة وخمسة مليون هذه يبتعد مئة وخمسين مليون هذا يبتعد ما هي القانون؟ عمل حسابات دقيقة وصل لهذا القانون قانون عجيب وينطبق عليه شرط بول ديفيز هذا القانون سيضع أصبحك أو عينك إن شئت أو ذهنك على شيء لم يخطر منك على بال سيكشف لك المخبّة الخبّة قال لك القانون كالتالي تبدأ بالصفر ثم مضاعفات ثلاثة ثلاثة، ستة، اطناعش، أربعة وعشرين، ثمانية وأربعين، وهلو مجر جميل وتضيف عليها أربعة وتقسم الكل على عشرة وتضرب في ماذا؟ في الوحدة الفلكية التي مئة وخمسين كيلو متر التي يبعد الأرض عن الشمس يأتي عندك دائما البعد بدقة وجرب هذا يبدأ من الداخل إلى الخارج يبدأ بعطارد عطارد صفر زائد أربعة يعني أربعة على عشرة ضرب مئة وخمسين يطلع ستين، صحيح؟ ستين مليون عطارد ستين مليون كيلو متر بعد عطارد الزهرة فينس لدينا ثلاثة ثلاثة مضاعفة الثلاثة ثلاثة زائد أربعة سبعة على عشرة ضرب مئة وخمسين ضرب مئة مئة وخمسة يطلع سهلة مئة وخمسة مليون كيلو متر صحيح؟ نأتي إلينا الكوكب الأزرق الجميل، الأرض الأرض لدينا الآن ستة زائد أربعة عشرة على عشرة ضرب مئة وخمسة يعني واحد مئة وخمسة مظبوط مئة وخمسة مليون كيلو متر والله صح، الوحدة الفلكية الكاملة بعد الأرض مارس المريخ، الكوكب الأحمر الدموي هذا المجرم مئة وخمسين يمكن موطن الثاني نفس الشيء بدل الآن نضع كم ثلاثة الآن وصلنا إلى ستة الآن ستة صحيح؟ الآن اتناعش خلصنا عشرة اتناعش زائد أربعة ستة عشرة على عشرة ضرب مئة وخمسين يطلع المريخ مئة في المئة الآن حدث الانكسار معبودة عند المشتري عند المشتري غلط ليس صحيح يطلع أربعة وعشرين صحيح؟ قلنا أتناعش أربعة وعشرين زائد أربعة على عشرة ضرب مئة وخمسين غلط فبعد المشتري في الحقيق وفي الواقع ليسía 24 زادها 48 زائد أربعة على عشرة ضرب مئة وخمسين هذا somosingly بعد المشتري فستحسن جدا قانون صحيح vote إنكسائها فالقانون chant Grid تنبؤ قال لك أكيد السبب في بين المريخ بين المشتري في شيء احنا مش شايفينه في كوكب متخبي في شيء مش خابل الرصد وفعلا بعد عقود من السنين يكتشف كويكب استرويد يعني مش كوكب بلانية لانه قطره الف كيلو متر فقط سموك كويكبا استرويد موجود بعدين كويكب ثاني ثالث رابع الوف على فكرة الوف الكويكبات اسمها كويكبات ايه المشتري كأنه هذا كان ايه بلانية كوكب هو انفجر يمكن ضربوا كوميت مذنب وشيء فلا وتفجر او كل هذه الكويكبات المعروفة بكويكبات ايه المشتري بمثابة ايه الكوكب فعلا مختبئ بين ايه المريخ وبين المشتري اعطيه اربع وعشرين زائد اربعة على عشرة ضائع مئة وخمسين مئة في المئة وبعدين بيجي المشتري في المكان وثمانة واربعين يا الله شيء مش طبيعي ايش العالم هذا فقدره تقديرا الاعجب من هذا يا اخواني عاد في العالم الحيوي في العالم في العالم الاحياء في العالم اه عالم الاحياء ايكلايبر العالم ايه ايكلايبر اللي هو ايه عالم سويسري وانتقل طبعا الى هارفورد الى امريكا في بداية القرن دراسات كانت على المواشي وعالمزارع وعالنباتات والحيوانات وكذا لاحظ هو فعلا ان ما لاحظه من قبل العلماء علماء الاحياء والتاريخ الطبيعي انها ملاحظة صحيح ايش لاحظوا لاحظوا انه كلما كبرة او ضخمة الحيوان يعيش اطول كلما كان اصغر يعيش اقل يعني الذباب يعيش لساعات احيانا لايام فقط الفيل يعيش لخمسين سنة في المطاسط ضخم يعيش نصف قرن هذه ايام مسكينة الذباب او ساعات ما بين ذلك الجردان تعم تعيش قيد طبعا في القياس ايه بالفهد والنمر مئة في المئة صحيحة ولاحظ ايضا ان معدل الاستقلاب في الاستقلاب تمثل غذاء كله في الجسم بمعنى معدل العمليات الحيوية في الجسم احد المؤشرات عليه هو النبط في الحيوانات المعمرة الضخمة ماذا يكون ابطاء في الحيوانات الصغيرة يكون ماذا اسرع النبط اسرع معناها ايه معدل الاستقلاب كله سريع قال هذا صحيح بس هل هذه الظاهرة خطية ما معنى خطية بمعنى انه لدينا الفأر ولدينا الحصان الحصان كتلاتهم مثل الفأر مثلا افترض خمسمائة مرة خمسمائة مرة معدل مثلا ضربات الفأر كذا هل بالضرورة يكون معدل ضربات الحصان خمسمائة مرة اكثر لا اذا مش خطية لو كنت خطية بتكون هيك اكثر خمسمائة اذا ايه اطول خمسمائة ها اسرع خمسمائة وعمره ابطأ خمسمائة ضعب دكون لا مش صحيح مش خطية حصل انكسارة في قانون هذا الرجل عبقر يمع باقرة كلايبر هذا كلايبر اسمه خش عليه في الرياضيات وفي حلم الاحياء ظل يفكر وحسابات وتجارب مخبرية معقدة جدا سنوات المسكينة يشتغل توصل للقانون قانون ويبحثوا عنه جميل جدا وبديع اسمه قانون ماذا التناسب مع القوة او الاس السالب للربع السالب للربع ماذا معناها ؟ ببساطة للأسف الوقت تضيق جدا لو أخذنا السنجاب تعرفون السنجاب وأخذنا البقرة البقرة أثقل منه ألف مرة ألف ضعف هل معناها البقرة تعيش قد السنجاب ألف مرة لا غير صحيح ما قلنا مش خطية هل معناها أبطأ النبط عندها ومعدل الاستقلاب ألف مرة غير صحيح طب قديش بالقانون هذا هذا قانون التناسب مع القوة ايه سالبة الربع قانون التناسب مع القوة سالبة الربع نقات في كوارتر باور سكيلينغ تعالوا تحسبها تلاقيها مائفة أنا حسبت صحيح فيها تقول البقرة أثقل ألف مرة معناها ألف مرفوعة لأس ايه ناقص ربع كيف نحسبها نحن يا دوب الجذر التلبيعي سهل ايش الشيء اللي نضرب مرتين سهل التكعيب يصير صحب سهل 2 من 10 خمس ونص قول هذا هو خمس ونص خمس ونص هذا الجذر السالب للربع خذوا بالسالب ما معنى بالسالب الآن؟ معناها نبط البقرة ومعدّى الأيض أو الاستخلاب عندها أبطأ مما هو لدى استنجاب خمس مرات ونصف وهذا صحيح بمعنى أن البقرة بتعيش خمس مرات ونصف أكثر من استنجاب وهذا صحيح وبانطبق لكل كأنة الحية يا الإبداء يا الله يا الله عشان هيك المؤمنون مع العلماء أيها الأخوة أوثق إيمانا وعندهم نعمة الإجلال والتوقير ما لكم لا ترجونا لله إي وقارا وقد خلقكم أطوارا ونظروا لا يا الله يلقوا أطوارا معهلينا وطبعا تفيض الطبيقات أخرى كثيرة أختم يا إخواني جاء عالم اسمه جيفري ويست عالم ذكي أيضا قال طيب ما ينطبق على الحيوانات ممكن ينطبق على حيوان مادّي كبير حيوان مادّي يعني ما حيوان مادّي المدينة سيتي على فيينا على برلين على واشنطن هل ممكن الظاهر الحيوية هذه تنطبق على المدن يعني إحنا الآن شوفنا كيف أن الفيل فعر كبير ممكن تكون مدينة فعل فيل كبير تكون المدينة فيلا كبيرا بالمعنى نفسه صعب جدا فكون فريقنا الرجل هو أكاديمي كبير كون فريقنا عشرات الناس جمعوا له بيانات عن عشر مدن من كبار مدن أواسط وصغائر مدن أو صغار مدن حول العالم ليس فقط في أمريكا أو أوروبا لا حول العالم العالم الثالث المتقدم وكذا وما بين ذلك بيانات كثيرة عن عدد السكان عدد الولادات عدد الوفيات عدد الوقود أماكن الوقود عدد مش عارف كل شيء حتى يعني مساحة المسطحات نفسها الأسفلتات كل ما يخطر على البن بيانات كثيرة جدا جدا واشتغلوا عليها عندهم فرضية معينة حيبوتس باختبروها فرضية معينة فوجئوا جميعا فوجئ وست هذا جيفري وست بأنه في القانون التناسب هذا مع الأس سالب للربع يصدق على المدن شيء ليس طبيعي يصدق على المدن تماما يا الله الذي أعجب منهك اختبر في قضية المدن موضوع الاختراعات والمخترعين طبعا المدن الكبرى أكيد فيها مخترعين أكثر بس خطيا نرجع مرة ثانية نفك رياضيا خطيا يعني مدينة تكبر أو تضع في مدينة أخرى عشرة مرار هل معناها تحظى بعدد من المخترعين عشرة أضعاف أكثر مدينة الأولى لا غير خطية ما قلنا حتى هي غير خطية طب كم طبخ نفس القانون طبخ نفس القانون وقول هذه العشرة ضرب عشرة مرفوعة للأس السالب للربع عشرة ما قلنا تطلع هنا تطلع واحد من عشرة عشرة لو ضربته عشرة في نفسه المهم تطلع تقريبا 18 مرة المدينة الأكبر من المدينة أخرى عشر مرات حظوها من المبدعين والمخترعين 18 مرة أكثر طب لو خمسين مدينة أكبر خمسين مرة من مدينة صغيرة نفس الشيء خمسين في خمسين مرفوعة للأس تطلع عندك هنا فقط الأس ليس سالب موجب لأنه تضعيف تضعيف ليس زي الطباطؤ هنا فقط لأنه بالموجب يصير فقط هذا هو الفرق أكثر ليس أقل أضرب خمسين تطلع عندك تقريبا مئة وخمس وثلاثين مرة أكثر إذا مدينة أكبر من المدينة أخرى بخمسين ضعفا فتحظى بعد المخترعين مئة وخمس وثلاثين مرة أكثر شيء غريب واضح أن العالم الذي نعيش فيه ليس فقط عالم الأحياء وعالم النجوم الكواكب والكواركات وكذا لا 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 حتى ما يصنعه الإنسان بنفسه كل شيء خاضع لقانون علمه من علمه ويجهله من لا يزال مغمورا في جهله اللهم علمنا ما تنفعه بنا في زيادة معرفتنا بك وتقويتي وتمتين وصلتنا بك يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم